خلينا نتفق إنه حالة للناس في مصر واصلالها النهاردة وانتظارهم لمبارات يعني أحساسي النهاردة إنه مطش مصر والجزائر مش في كاس العرب تحس إنه مباراة مهمة وجماهرية ونس مستنية ونس بتتكلم بعض حلم ومفتخذينها بقالنا كتير يمكن عشان يكون من فترة طويلة يعني أول مرة تحس إن المنتخب المصري داخل مواجهة قيلة بقالنا كتير ما شفناش المواجهات دي مع كل احترام طبعا لكل المنتخبات اللي احنا لعبناها لكن يعني مصر والجزائر منتخب مصر والمنتخب الجزائري تقدر تقول كتا تا 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 دايما مطشاط دربيات دايما مطشاط ما حدش يقدر يتوقع نتجتها حتى لو كانت في بطولة كاس العرب وحتى لو كانت من غير المحترفين في الملاعب الأوروبية بأكد على حضراتكم برضو إنه منتخب الجزائر منتخب محترفين لأنه عندهم 17 محترف آه مش بيلعوه في أوروبا بيلعوه في الخليج أو في شمال أفريقيا لكن هم محترفين خارج الأندية الجزائرية وبرضو أنا بعتبر منتخب مصر منتخب محترفين حتى وإن كانوا بيلعبوا جوه المسابقة المصرية لأنه الحقيقة المسابقة المصرية بتعتبر واحدة من أقوى المسابقات وخصوصا كمان السندية نتكلم على مباراة مصر والجزائر ونتكلم على الخطوة المهمة جدا في انتظار نادي الأهلي كمان يمكن حوالي 15 يوم مطش السوبر إذا لم يتم تأجيله زي ما كلمت مع حضراتكم مع واحد من نجوم نادي الأهلي طبعا بيشرفنا في السادسة النهاردة كابتن أحمد بلال مسأخيري كابتن أحمد نور الدنيا حاسس بحالة مطش ومصر يعني مصر ولبنان كانت الدنيا نايمة مصر والسودان كانت الدنيا برضو عارف يعني مريحة لكن النهاردة الدنيا حاسس أنه يعني مطش المتخب بتاعت المنتخب زمان كده بص خد بالك الأجواء واللي كانت بتحصل في المتشات الكبيرة طبعا من منتخب مصر ومنتخب الجزائر والجزائر كانت سبب في أن احنا ما نروحش كاس العالم وبعدين احنا رجعنا ردينا بطارنا وكسبنا الجزائر الأجواء اللي فيها شحنات وكورة خاصة كمان أن الجزائر دلوقتي يعني في حالة جيدة جدا 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 هل ممكن منتخب مصر يكسر الحتة دي هل ممكن منتخب مصر ينهي سلسلة للتفوق الكبير أو سلسلة الانتصارات للجزائر في المباراة بتاعت النهاردة إن شاء الله ده اللي احنا كلنا بنأمل وبنتمنى انت ده ما مش عايز حد أحسن منك في كورة يعني كلهم أشقائنا طبعا العرب وكلهم يعني احنا بنحبهم وكلهم أخواتنا لكن في كورة القدم في تنافس التنافس ده انت مش عايزي الخصم بتاعك يروح لأقصى مكان وأبعد حتة وأبعد مكانة انت بالعكس عايز تقضي على الحتة دي ككورة قدم يعني كلعبة فيها تنافس يعني النهاردة الجزائر بتستمتع بكل حاجة في كورة القدم بتاخد بطولة أفريقيا فرقة كبيرة جدا المتشاطة الولدية كلها بتكسبها ما تغلبتش بقالها 35 مباراة بتحقق أرقام قياسية كبيرة جدا جدا انت كمنتخب مصر سبق واننت حققت أرقام كبيرة وأرقام خياسية انت فزت بطولة الأم الأفريقية 3 بطولات و4 أو 3 دورات و4 2006 2008 2010 أقصيت الجزائر وكسبتها أربعة انت كنت بتمر بحالة كبيرة جدا جدا أشبق بحالة الجزائر في الوقت الحالي النهاردة المتش الناس بتبصلوا على ان انت منتخب مصر اللي عندك القيمة والقامة بتلاقي منتخب الجزائر أفضل فرقة في القارة يعني لو جينا نبص على الفرقة اللي موجودة وأفضل فرقة في إفريقيا النهاردة هتشوف أن الجزائر هي أفضل فرقة في إفريقيا فانت النهاردة المباراة مباراة تحدي ما بين فرقة كبيرة جدا هي رقم واحد في إفريقيا وفرقة بتتحدى الفرقة الكبيرة الفرقة دي لها اسم ولها تاريخ ولها باعة كبير جدا في كرة القدم ولا هو منتخب مصر فمباراة النهاردة بخلاف طبعا الأجواء والأحداث اللي بتحصل وإنهم خرجونا وإحنا في بطرة إفريقيا كسبناهم ففي مشحنات في كرة القدم جيدة يعني حاجة في كرة القدم برضو في الإطار التنفسي مقبول طبعا في الإطار التنفسي فأنت النهاردة عايز تقضي على فريق أو على فرقة يعني بقالها فترة كبيرة جدا متسايدة قرة إفريقيا النهاردة ماتش هيبقى صعبة جدا أنت فرقة عندها حماس بتلاقي برضو فرقة عندها حماس يعني الجزائر والمغرب عارف ما تشاتنا معهم كلها متشات حماسية